من بين الكلام اللي النهاردة موجود عن التعليم المتعلق بخلاص احنا دخلين كل سنوات طيبين على موسم الامتحانات فوزارة تربية والتعليم كل يوم دلوقتي بقى فيه تصريح مختلف متعلق بالامتحانات كنت قلت لك حراكم مبارحة على ان وزارة تربية والتعليم حتنزل الجدول بتاع امتحانات الثانوية العامة للنقاش مع اولياء الامور والطلبة عشان يسمعوا اراءهم في الشكل المثالي والافضل والانسب لهم لجدول امتحانات الثانوية العامة عشان الوزارة ما تطلعوش والاهالي تشتكي وتقول لا المادة دي تحطت جنب المادة دي ما فيش وقت قليل او فيه وقت طويل او فيه كذا ما بين المواد المعينة وكذا فمهم حكاية النقاش العام النهاردة كمان وزارة تربية والتعليم ايلا انه متوسط المحذوفات بمناهج الابتدائية والاعدادية تتراوح ما بين 15 ل 20% والنقطة الحياة بتاعت المحذوفات دي انا ما ببقاش فهمها اوية ما كتبش عليكم وانا بحب لما ما فهمش اروح لأهل الايه؟ اهل العلم اهل الاختصاص